اشتركوا في القناة اكثر بعد قرار الحكومة برفي اسعار الخبز اغالي اكيد اكيد ايها اسمها اكلات شعبية اقول لتناس المساكية الانساكيين المساكيين يسلك حاله بساندووشة فلافل ساندووشتين فلافل مع كاسة عصير صارت الساندووشتين والفلافل وكاسة العصير بدينار دنار وشوي سارفها عن تكمان الخبز مش ريحين يوكلوا الناس يعني البوكل الساندووشتين غاح مسخمي ووكل ساندووشتين واللي بيضلوا في شغله من هون لآخر يعني من الصبح للمساء بسلك حاله سنديوش وخوف الله ما يلقاها زي ما فيه ناس بتروح المطعم تشترخوا بيز بعدين تروح تشترف ألافل لحاله عشان نرخص له غالي بشكل عام وهلا مع استمرار رفع الأسعار كرشي رح يغله رح يبطل باستطاعة المواطن أصلا العادي إنه يقدر يأكل هالأشياء الأكلات الشعبية تعتبر قوت أغلب المواطنين في الأردن ووجبة شبه يومية حيث يمكن القول أن المواطن الأردني لا يستطيع الاستغناء عنها سواء كانت في المطعم أو في البيت حمز نايف لمعاني الحقيقة الدولية